أرجو أن تأفيني من قائمة المواطنين الذين تحكمهم في هذه الوعدة هذه ليس فيها لا مساس لا بالشخص ولا تقلل من شأنه وفي اعتقادي بأن الإعلام الذي لا يكتب عن شؤون بلده سواء كانت سياسية، رياضية، اقتصادية، ثقافية، كارثية، صحيحة، غير صحيحة فهو ليس الأعلام تساءل مع المجتمع أنا هذا واعتقادي من حهمي للإعلام أن تكون مختصاً في الرياضة وفي الاقتصاص وفي التقافة هذا شيء جميل ولكن أن تكتب على حال شؤون بلدك فهي مسؤوليتك لأنك رجل الإعلام ورجل الإعلام عنده مسؤولية مثل ما هي عنده المسؤولية السياسية مثل ما عنده المسؤولية الاقتصادية وعنده المسؤوليات آخرين مضايقات غير مباشرة موجودة ولكن أنا نصنفها ضمن في إطار مضايقات أشخاص يحبوا يتملقوا لجهات معينة قال علقنا في أنه يعمل هاتش يقول معجولة يستطيع بحاجة إلى أي شيء الحمد لله طبعا البقاء في سلطة هو ضمان للكثير من الأشياء هو ضمان للحماية أصلا ببساطة جدا البقاء في سلطة هو ضمان للحماية إذا أردت أن تبقى فمعنى أنك تعرف بأن خروجك سيؤدي إلى هلاكك ولو أنني لست من هوات ولست أيضا من دعاة الانتقام ولست من دعاة أننا نكسر كل شيء بنية لأن هناك الكثير من الأشياء جميلة بنيت في الجزائر أنا لا أعتبر نفسي بأنني طرفا في صراع ولا أعتبر نفسي بأنني مع طرف على طرف آخر وحتى ولو كنت مع المخابرات الجزائرية فهي مخابرات جزائرية وليست مخابرات فرنسية هناك ناس للأسف موجودين في الدولة ولكن مع المخابرات الفرنسية حديث عن قطر أو هي بارد بهذا الشكل يريد لو يكون فيه حديث عن ما تفعله فرنسا وأمريكا وتفعله بريطانيا دور السلب الذي تقوم بها أمريكا وفرنسا لا أحد يتكلم من السؤال لا أحد يتكلم ويتكلمون عنها لأنهم عندهم مصالحهم معهم نعم يتكلمون عنها عن الحلقة ضعيفة قطر ويتركون الدور الفرنسي والبريطاني لأنهم عندهم أملك في فرنسا وعندهم أملك في أمريكا وعندهم مصالحهم أيضا هناك صحيح ويعرفون بأنهم يكشفون الكثير من خبائهم لذلك يحافظون على هذه العلاقات ويتحدثون عنها ضف إلى ذلك أنه من ناحية الرسمية ومن ناحية تعاملات الناس يتعاملون مع قطر وغيرها من البدن والخريج بكل الود وبكل احترام وكذلك الشي اللي شفناه هو أنه كان تخويف للشعب تخويف أوصلنا إلى أنه أكثر من عشر ملايين لم يذهبوا إلى صناديق الاقترام بالنسبة لبلد من حجم الجزائر الناس اللي تقارن بين الجزائر وأمريكا وفرنسا بالنسبة لبلد من حجم الجزائر أنه لا يذهب إلى مكاتب التصويت أكثر من عشر ملايين مصوت عندها قراءات مختلفة عن القراءات الموجودة في فرنسا وفي أمريكا أي مسؤولية هذه التي تدفع الناس هذا إلى التحريض من الصالونات البقاء في بيوتهم دفع الشباب إلى التظاهر ثم لا نراهم بعد الانتخابات حتى قناة الأطلس كانوا يتكلمون عنها قبل الانتخابات الآن ولا واحد يتكلم عنها يعني الموضوع كان مربوط بالعهدى الرابع يعني حتى الزملاء الآن في قناة الأطلس المغلقة لا أحد يدفع عنه سأكون من أكثر المدافعين عن الرئيس بودفيق عندما يغادر يغادر هذه سنة الحياة وسيكونون من أشد المنتقدين لبودفيق أوكي كان عندي مدير العام عنده فيه الثقاء سيحمرو كانت فيه الثقاء عمياء في الله وأقدرها فأني يقاوم هذا كنت منطمن من جهتك لكن الأشياء الخارجها ما عرف هاج ما كنت ما نخرج من البيت رحل من الشغل رحل الدار أنشان لي لا صارونات ولا حكاية مع الناس ولا علاقات مع الناس خارج من هنا في طالب هنا مرحبا الناس كانت تحفر لأنني أحرج لسبب أو لآخر حكي لي عن يوم الأخير في تلفزيون مهم جداً أعتقد ولا يمكن لك أن تنسى يوم اللي غادرت فيها تلفزيون يعني حزمت حقائبك وبلغت فيه حمراوي بالاستقالة وغادرت حكي لي عليه بالتوقف أولا أنا في نفس اليوم حزمت حقائبي وفي نفس اليوم رجعت المفاتيح تسيارة خاصة بالمؤسسة يعني ما زيتش خرجت بها من مؤسسة خضيت سيارتي بعد ذلك وقلت لك 180 درجة قدرت في ذهني بأنني قررت بأنني بدون أن أستشير أي إن كان بأنني أغاضل يعني لم يعد بليه ده مكان ولا أريد مشاكل أخرى وأريد أن أمارس مهنتي أريد أن أعود لممارسة مهنتي ولو في الطوغو ما احترامي لي ولو في تلفزيون الطوغو صعب أن نذكر لك الأشياء بالتفاصيل عن اليوم الأخير لأنه بعدين بقيت نجيل تلفزيون قدمت إجازة والمودة والعلاقة مع الموظفين اليوم الذي أبلغت فيه اليوم الذي أبلغت فيه الذي تأكد فيه لأنه بعدين كانت فيه مفاوضات مع إيرتيو مع الجزيرة اليوم الذي تأكد فيه وعطيت له النسخة من العقد شافها متفاجأ عقدك مع الجزيرة؟ مع الجزيرة خليني قبل الجزيرة الاستقالة واليوم الأخير حفيد يعني على تأثيراته عليك على الأهل على أسرتك الصغيرة على ربما أصدقائك لا يعرفوش الكثير من الأشياء أسرتي وأهلتي لا يعرفوش وأهلي لا يعرفوش الكثير من التفاصيل لأنني أنا ما نحكيش الكثير من التفاصيل كنت مرتاح في هذا اليوم لأنه لم يكن الذهاب بسبب المغادرة لم تكن بسبب خطأ مهني أو بسبب أنني خنت ثقة على المسؤول المباشر هذه أشياء مهمة جدا لم أخنت ثقة المدير العام والأخ والصديق ولم أخطئ مهني لما هزج أشياء موجودين حاجة واحد أخرى ما تغيضكش يعني ضميري مرتاح شفت مشواري بأنني قمت بواجبي علاقتي مع الموظفين ومع الناس لليوم ناس بكاول لما غادرت بكاول لما غادر حمرو حبيب شوقي لأنه في نهاية المطاف الموظفين الزائرين وشعب الزائري عموما يحب النظام ويحب الانضباط مهما يشتكي سنو المدة التي قضيتها كان طويلة يحب حاجة مخلصة يحب حاجة منظمة يحب حاجة منضبطة لأنها مؤسسة تاعه ويحبش الألعب الناس بكاول أنا بكيت طبعا شي طبيعي أنا إنسان ولكن أحكيها لي حافظ تهمني التفاصيل خاصة مع حمرو حبيب شوقي أعرف صداقتك الشخصية مع صداقة قوية جدا الرجل ربما فهمت منك أنه مورست عليه الضغوط ليوصل لك الرسالة أنك غير مرغوب فيك في التلفزيون فهمت الرسالة بسرعة وقدمت سكيلاتك لا لا فهمت الرسالة هو ما قال لي ولا شيء أنا اللي قلت له تحبني أستقيل أم تقلني أنا فهمت يعني في اليوم هدك تمسك بيك اليوم هدك تمسك بيه إلى غاية الثالثة ظهرا يسامحني إذا كنت ما نش حاب نقول أشياء لأنه ما نش حاب أحرجه فهمتك تمسك بيه إلى غاية الثالثة ظهرا وهو يحاول يقنع الرجل هذا ما هوش صحيح نصر مشؤولية ولكن أنا ما كنت شعار فأنا عارف أنه ما هوش مليح في ذاك اليوم لدرجة قلت له وقلت له يا شوقي قلت له إذا كان عندك رمي لهم وخليك خلينا نروحه بعد يعني كنت تريد أن تسمعها منه قلت له أرمي لهم إذا كان عليك ضغوطات كبيرة جدا وبعد عشر سنوات خلص خلينا نروحه قلت له شوقي يلا نرميها لهم نروحه بعدين في الكلام وفي الهيئة تعوه قلت له شوقي تحبني ما قال لي ولا شي ولا شي شوقي تحبين استقيل ولا تقيلني قال لي أنا أبدا لا أقيل لا لا ولن أقيل حافظ الرجي قلت له دقنبعت له استقالتي ولكن بكاف اللقاء هذا نزلت لما كان يبكي خرجت أنا خرجت استقالة فيها ثلاث سطور نعم بعدها له قلت له تقول لي وش كاين بعدين عرفت أشياء عرفت الأشياء كيف كانت وكيف تمت وقلت لك ورحت بشعور أنه أنا ديت واجبي وما غلطش لا مهنيا ولا شخصيا شخصيا مع المسؤول اللي عيني لأنه بالنسبة لي أنا عيني حمراوي حبيب شوقي نعم أنا عرفتها واحد فأنا خلت له اشتقال تعه وكنت نقول له مليح في وقت ونقول له مليح ونقول له حاجة مش مليحة وفي وقت ونقول له مش مليحة ويحبها ويحب هذه الأشياء ما كانش من الناس اللي حب آه شوقي انتهى هو الشباب وتليفزيون تعنا هو المير في العالم ولكن الحالة تعك حفيظ طريقة اللي غادرت بها أكدت الجميع أنه هذا التليفزيون اللي هو ملك الشعب الجزائري يسير بالتدخلات الأجنبية أكثر من الإدارة الواضحة يعني مدير عام بدرجات حسب المسؤولين حمراوحة بشوقي كان يقاول ويقني عنده القدرة على الإقناع وفنان يعني في التليفزيون مهنته يعني فالإقناع مش بأمور إقناع بأمور سياسية ومهنية ومادية يدافع المواقف ولكن أشياء قرارات أو أشياء لازم تنجز فينجزها بطريقة أيضا مهنية مش بطريقة عبثية يعني وبطريقة تسيله كمدير عام وكشخص تليفزيون عمومي تليفزيون عمومي والإداع ملك للدولة ومن حق رئيس الحكومة والوزير تدخلات من تدخلات كي أشياء لما أنا كمهني أعتبر نقول لك يا سيد الرئيس ولا يا سيد الوزير بأنها موش بها الكيفية مهنيا أنا نعرف الكيفية أن تعطيني الفلسفة والسياسة ولكن الكيفية اللي نوصل بهذا الأمر أنا مهنتي لكن ما تقول ليش أنت لازم تعين المدير الفلاني ولازم تدير الموضوع الفلاني ولازم تسأل شخص الفلاني لا هذه الأشياء أنا اللي نعرف لهم ما احترامي لكن أنت المسؤول أنت يعينني ولكن أعلم أن نعرف لهم تدخلات تليفزيون كائنة وموجودة موجودة للآن ولكن بدرجات توصل لدرجة وين وصلت في بعض المواقع تليفزيون مدير عم تليفزيون مش موجود موجود وكأنه غير موجود وفي بعض الأشياء يعملوا الحساب في بعض المواقع ما كأنه غير موجود لا يعرف حتى بأن أمور ستبث على قناة وصدقني كاين مدير عام لم يكن يعرف بأنه أمرا ما سيبث في تلك الليلة حتى في نشر الثامنة أشياء ما يعرفهاش كيف ما نعرفش أنا حاجة مرة في نشر الثامنة على جثتي كما يقولوا نعرفها كيف كان رد فعل زملاءك لربما قضيت معهم قرابة العشرين سنة في التليمية أنا الفضل أنك تسألهم محمد ما قريت وما سمعت ولا واحد حفظ كاين اللي يفرح بذهابك داخل التليفيزيون طبعا وهذا أمر عادي ولكن بعدين بعد شهر بعد سنة بعد سنتين حزنوا صاروا الآن من أكثر الناس متواصلين معي غير باش يقولوا لي شهادة لله ما يحتاجوا ولا شي يقول لي حفظ ما يحتاجوا ولا شي بس نقول لك شهادة لله بأنه هاي كيفاش كانت وهاي كيفاش ولات وهنا غلطين في حقك وهنا فيه المسؤول الحقيقي هو اللي عنده مشاكل مع الموظفي لكن أي مشاكل مهنية طبعا نعم وليس شخصية وليس شخصية ما عندي مش مشاكل شخصية نقول كنت نخرج من ساعة تأليل على العشر من تليفيزيون نروح لداري ما عنديش علاقاتي مع وكي يقال حفظ أنك كنت ديكتاتور في الخدمة مع زملاء شوف محمد إذا كان النظام والمهنية والإنصاف وأنه متحبش الظلم إذا كان هذا ديكتاتورية فأنا ديكتاتوري ما كوش تتجاوز في هم زملاء يعني ممكن تأنسان تلعى مثلا وقفت حصة حصة ليلة بوزيدي من الحياة إذا كان تكرر الأمر سأوقفها بعدش حال الآن مرت عشرين سنة إذا تكرر نفس الموقف لكن حصة كان مشهود لها مشهود لها بالنجاح كل احترام للسيدة ومع كل تقدير أيضا لمهنيتها لكن كين أمور ما تعرفاش هي ممكن عرفها أنا ما تعرفاش هي مش موضوع نعم مش موضوع شخصي أبدا أنا كنت من الأوائل الناس اللي استقبلوها في التليفزيون واحتضانوها يعني البنت لما كانت وساعدتها ما عندوش علاقة بال وضيف إلى ذلك كان عندنا مدير عام أنا أعتقد بأنه لا يضلم عنده أحد ما كنتش المسؤول الأول عن المؤسسة كنتش المسؤول الثاني قرار كان قرارك بتوقيفي قرار كان قراري وتعتقد بأنه حمروحة بمشوقي لو كنت أنا مخطئ في قراري كان يخليني نمشي فيه صديقك كنت تأثر فيه بسهولة يعني ما مش موضوع ما أعترش فيه ما أعترش فيه ما أعتر فيه كي نحتاج حاجة خاصة ما فعل المؤسسة ما واحد ما أعتر فيه ولكن حافظ سمحني فيها العبارة أنا كذقت من نفس الكاس يعني لما وقفوا لك حصة ملاعب العالم أبراهيم صديقي وقفها لا لا ما هاش توقف تقريبا مشاكل السخصية تسيطر على المشاكل المهنية عمر مختلف تماما أنا لما وقفت برنامج تعميل الحياة بالشكل اللي كان عليه كنت أسعى إلى أن يكون بشكل مغير وهذا اختلاف الرؤى كنت مسؤول وقفته وقفته على إعلامية تابعة للإدارة التاعي نعم أما يقولون لك بأنه مدير أخبار وقف برنامج تعمل مدير عام هذا يتسمى جنون هذا جنون وتهور يقول لك مدير عام تعمل تليفزيون لم يبث خطاب رئيس جمهورية إيه وإنه وإنه هي فرصة أن تكون مدير أخبار ومدير عام مساعد الفيدو روت تعمل تليفزيون يعني النشخة الثامنة خاصة كيف تدار يعني سمعنا كلام وقرأنا كلام أنها تدخلات شخصية وأحيانا يباع حتى الترتيب لمن يدفع أكثر وكثير من الأمور التي ربما فيها من بعضها اتهام وبعضها قد يقترب من الحقيقة أشياء تافهة تغطية لوزارة حتى في وقتك من لما كنت مدير أخبار يا حفيظ كنتم تهتموا بتغطية تافهة للوزراء والمسؤولين والجمعيات وغيرها وتتركن مشاكل المواطنين لا يمكن أن نعتبر كل التغطيات تافهة ولا يمكن أن نحكم على التغطيات بهذا الشكل كانت هناك منظومة عودنا نرجع لكم نكلم لكم على منظومة كانت هناك منظومة تقتضي ذلك وكنا في ظرف في 2001 و 2001 و 2002 في ظرف كان الرئيس يعتقد مثلا بأن قراءة رسائله كلها للمواطنين فيها منفع نحن كنا مختلفين معه ولكن يبقى وأنه رئيس لكن يبقى وأنه رئيس كان يعتقد مثلا بأنه كثرة الخطابات أيضا يرسخ في أدهان الناس وكنا نعتقد أيضا بأنه هذا عمر كثير ولكن بحمراوي كان لين أيضا الرئيس في بعض المعارضة وكل بعض يا حفيظ يقول أنكم تم شبب في أنكم فقد المواطن ثقة في الدولة لما ديلي نشرها فيها ساعة و ساعة و نص كلها تغطية لزيارة وزراء يعني تغطية لا معنى لها ونترك النشاة الحقيقية للمواطن هذا خلى الناس تفقد ثقة في الدولة أنا معاك وخلى التلفزيون أيضا يفقد ثقة ولكن المسؤولين عارفين بهذا الشيء وهذه المسؤولية ليس مسؤولية أنا ولا مسؤولية مديرها من التلفزيون يعني التلفزيون يطبق سياسة عامل للحكومة يطبق سياسة ولكن كان فيه نضال كبير يا محمد كان فيه نضال كبير وكلام اللي قلته حول بي لم يكن فيها عدنا صدقني ممكن كان و أنا معنى مش عارف لأنه مش ممكن تعرف كل شيء كانت أشياء بعدين اكتشفتها لكن من دون علمنا كانوا رؤساء أحزاب و رؤساء منطقات ما معنى أنه كل يوم شوفهم يعملوا خطابات علينا في برا أنا ما كنت شعار فيه يعملوا خطابات علينا و عندهم معلومات علينا فيدوروا تأمر عادي يجي من تحت وتطلع يعني يجي من قاعدة التحرير هم اللي يعملوا عندهم الأحداث كلها لأنه احنا عنا نشغالات أخرى عنا نشرع ما تنساش بأنه نشرة أخبار راهي ساعة من 24 ساعة في القناة التلفزيونية مدير عامت التلفزيون الهم الوحيد تعوه ما هوش فقط نشرة أخبار ولا نشرة الأخبار هذي أفلام هذي مسلسلات هذي برامج هذي هذا شباب هذا شيوخ هذي مرأة هذي فأشياء شغالات كثيرة فيدوروا تحادي جدا أني هيتحمل مسؤوليته مدير الأخبار وكيحنا رأينا نشوفه ونتبعه وشوي وشوي سير ولكن لا يمكن لك أن تشك في كل شيء إذا بديت تتعامل مع الناس بالشك هنا أتكلم عن الرداءة حفيظي أنت انتقدت التلفزيون مؤخرا في الكثير من الحوارات التي أجريتها وتكلمت عن الرداءة وتكلمت عن ربما أشرت إلى الفساد بطريقة أو بأخرى أنت عشت في التلفزيون وكبرت في التلفزيون وكنت ربما يقول البعض أنك تمارس نفس الممارسات شفناك في الدوميلكات في 2004 عندما منشع في لك كنت مدير أخبار أو مساعد مدير عام ساعد مدير عام ساعد مدير عام أنت مؤخرا في الحملة الانتخابية لم تتعالى التلفزيون أنه لم يحسن تعامل مع بن فليس مثلا مترشح بن فليس في هضمه حقه في التغطية أو حقه في الأمور هذه ما كتبت عليها تماما محمد ممكن قلتها في مكان آخر أنا لما أكتب على أمور مثل هذه ودائما أتجنب أنا كنت أريد أن أقول أنه في الدوميلكات لما كان لفليس مترشح تكن في التلفزيون مارستوا عليه نفس نفس الحكاية وكان يقصى يعني الأمر ليس جديد يعني المنظومة التي تركتها تعرف لش أن أكتب على أمور مثل هذه لأنني أعرف كيف تبدو رأى الأمور وبالتالي لا أحرج نفسي ولا أعضع نفسي في موقع 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 مغفل بين قوسين سامحني يا نوز ولكن لست مغفرا لأتحدث عن أمور أعرفها ويعرفها بن فليس وغير ويعرفنا الأشياء كيف يصدر وكأنه أنك أمور عادية وأمور عادية غير عادية أمور طبيعية وأمور غير طبيعية لأننا لسنا في جنة محمد لسنا في جيننا محاطة بالملائكة الكثير من الشياطين الموجودين صحيح مصطفين يعني الكثير من الملائكة أيضا ينظلون ولكن في مواقفك السياسية الأخيرة أو في الأراء السياسية التي كتبتها يقول هذا الرجل لماذا لا أسمعناه لما كان في تلفزيون 20 سنة 20 سنة موجود في دوليب النظام كان الوضع مليح ومرتاح له وكل شيء تمام لكن لما راح إلى القطر أصبح كل شيء ظلام وكل شيء خارج القانون وتجاوزات لماذا لم يتكلم حفيظ عندما كان في الجزائر طيب أنا جايك بالترتيب أعطني شوية وقت نعم إذا سلمنا بأنني في 2008 لما غادرت تلفزيون غادرت بسبب أني ما كنتش بتاعهم يعني كنت ضدهم نعم فهذا دليل على أنني كنت ضد من زمان صحيح مش جديدة نعم إذا سلمنا بهذا العمل ثانيا أنا كنت ملزم بمبدأ التحفظ لأنني كنت مسؤول في تلفزيون كنت موظف في تلفزيون ثالثا لم تكن هذه الفضاءات الموجودة اليوم ما كانش قنوات خاصة كانت أكيدة وليت تعبير لم تكن بنفس المستوى وليت تعبير لم تكن بنفس المستوى وهو بالتالي أيضا من الذي يقودني لحديث عن أمور عن أي أمور أتحدث في ذلك الوقت لم أكن متخلصا لم أكن متحررا من التزامي بمبدأ التحفظ أنا أقصد أن هذا المنظومة الفاسدة التي تتكلم عنها وتعارضها كانت أكثر كانت أكثر فسادا كانت أكثر فسادا مما هي عليه الآن لا لا أعتقد أنه كانت أكثر فسادا لا يا في تزايد مطرد في تزايد مطرد من سنة إلى أخرى مثل تزايد الخير كان هناك تزايد للشر مثل ما النسر يتكبر يكبر معها كل شيء يعني نعم ومثل ما تكبر مكاسبها ويكبر طمحها يكبر معها كل شيء أيضا لأن المكاسب والطمع تكبر فيك السرقة والطمع والنهب والرغبة في البقاء والرغبة في البقاء أيضا تأتي من بين عواملها أنه تريد أن تحافظ على مكاسب وتريد أن تغطي على هفوات وتريد أن تغطي على أخطأ هل سمعت في الجزائر محمد مع احترامي للقلة الناس كانت عندهم أو عندهم الشجاعة لكي يقدموا استقالتهم أولا أحد أعطيني نتكلمش عن الناس البوسطة اللي ممكن يفعلوها ويفعلوها ونفهم طالع أعطيني واحد قدم استقالته لأنه أهين في الموقع التاعو أو لأنه يرفض سياسة المنتهجة في أي مجال كان غريب يا حفيظ ما يقدموش استقالتهم صحيح ولكن من مجرد أنه يطرد أو يرحلوا من مناصبهم يصبحوا معارضين يصبح معارض لأنه مسكين تتكالبون عليهم كلكم كلنا نتكالب عليهم لأنه المسؤول أو الرئيس أو الوزير قال عنه كلاما مسكين هذك يصيب روحه أنا عندي أمثلة تعالى الناس ما لقوش اللقوتي يأكلوها لذلك حنا نحمد ربي أنه عندنا مهنة ممكن نمارسوها حتى ولو في الفراش يعني نعم فالناس لي عندهم مهنة يخافوا منهم والناس لي عندهم مهنة ما يقدروش ما يقدروش يضرهم إلا أنه يقتلوهم مثلا ولا أما تقدر ضره تقدر مثلا تبقى أنت ولي نعمته لا يمكنك أن تكون أن تبقى ولي نعمته دائما طيب مغادرتك للتليفزيون ما تصورش بك مسؤولين ما حاولوش يثنون رغبتك في المغادرات لقيت بعضهم ماذا قالوا لك يعني مهمة تفاصيل لقيت بعضهم كان لشرف أنني تلاقيت مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية بالإضافة إلى المواطنين اللي حزنوا للذهابي مسؤولين كبار في الدولة حاولوا إثنائي عن المغادرة وتفهموا موقفي وقالوا لي تغادروا لا تبقى ستكون معزز مكرم في بلادك وبقيت معزز مكرم مع بلادي ومع شعب بلادي عندما أكون هناك وعندما أتي إلى الزائر أيضا معزز مكرم ولازلت معزز مكرم وعلاقتي جيد طيبة مع الناس وحتى مع المسؤولين لو نقول لك أسمعها ستفاجئ ولكن لا أريد أن أحرج أي كامل أنا لا أريد أن أحرجك ولكن في اللحظة اللي استقلت ويحترمونا جيدا نعم ويقرأونا جيدا وموافقين معنا في الكثير من الأشياء التي نقولها إلى اليوم إلى اليوم طبعا تلقىهم يقول لك تلقىهم من أقرب المقربين يعني من يقول أنك لا تزال على توائم مع جناة السلطان مش توائم في السلطة هذه علاقات مودة نعم واحد يحترمك وتحترموه شمفقات شي تكون أنت رئيس ولا غافير يحترمني ونحترموه نبدلو نفس الشعور نعم يوسيلي ابتعد عنه لا تريد ذكر البعض أسمعه صعب صعب أنك تذكر نعم مجرد استقلت أو قررت الاستقالة يعني ما في ذلك منهم الناس من المدائمين للرئيس آه منهم الناس مدائمين للرئيس قطور أنا محترموك كإنسان وعارفين بأنك أنت تكتب وتقول أشياء ليس حقداً ولا انتقاماً عارفين بأنك تقولها لأنك عارفينك كشخص أنت تقول دائماً بمجرد استقلت أو فكرت في الاستقالة أو شو البديل الأول اللي فكرت فيه لا أنا نغادر الجزائر أنك تغادر الجزائر هذا أول شيء البديل الأول كان ERT لأنه كانت في ذلك الموقع ERT كانت قوية كانت عندها كل الحقوق أو كأننا في متعاملين معهم استقلت الآن ساعة ثانية ونصف ثالثة ظهراً ثالثة وربع جاني اتصال من ERT يعني وصل الخبر استقالتك ثالثة وربع طبعاً أنا نخبر أصدقائي عائلتي ما خبرتهاش ما لبلهاش تماماً فثالثة وربع ممكن نبالغ لمن قولك ثالثة وربع يعني في نفس اليوم في نفس المساء في نفس المساء كابتن أنت معنا ابتدائماً من اليوم كنا الفاتح مارس يا رتي هذا أنت معنا في ابتدائماً من نفس اليوم طبعاً أنا وقدر هذا الشيء وقدره أيما تقدير لا تقدرش تتصور يعني أنت معنا ابتدائماً من هذا اليوم العقد يوصلك خلال اليوم وحط فيه الراتب اللي أنت حبيت الله يرحم وانديك بارك الله وفيك شكراً جزيلاً ولكن أنا أنا بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى أنه أنت المهم صادفت أيضاً في الجزيرة أنه كان فيه تغيير في نفس اليوم تغيير مدير العام للجزيرة سبحان الله رادي في نفس اليوم كان فيه تغيير للمدير العام في الجزيرة الرياضية كان سيد أيمن جادا وأصبح المدير الحالي ناصر الخليفة نعم يومين من بعد تواصل معي يومين ثلثين من بعد وقدم لك عرضاً طبعاً والمكاتيب وأنا صدقني أنا كنت كنت رايح الإيرتلي لأنه كان عندهم كثير من الحقوق شي اللي يخلاني ما نروح للإيرتلي لأنه قالوا لي مش سبب مادي قالوا لي تروح وترجع يعني عائلتي تبقى في الجزائر ونروح نشتغل معهم في الأردن ونرجع وأنا حبيت نخرج من القوقع يعني خلاص تاخد قرارك أنه ما تقواج مش للجزائر أفهمك يعني كان تأثيرات النفسية قوية يعني يعني والدليل على ذلك أنه وصلت لدرجة من شدة الضغط أنه قريب ما تدخلت المستشفى كثير للناس معنا بالهم أنا حاكمتني ديبريسيون ننفوز يعني قالوا الأطباء بأنه قلمت يعني أنا يوم كامل ما كنتش ما كنتش واعي الحمد لله بفضل الرجال بفضل المسي فلما توصل لهذه الدرجة ما تقدرش تقدرش تبقى في جو مثل هذا ف اخترت الجزيرة اخترت الجزيرة الأخرى لأنه تسمح لي أنني أتنقل كلية أنا وأسرتي فلذلك ضيف إلى ذلك أشياء أخرى وبعدين تناسبت وبعدين مكتوبة عربي سبحانه لا أجل ما كانش عنده علاقة لأنك اخترت الجزيرة لا 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 صدقني ما كانت عنده علاقة تماما أبدا ممكن حتى يارتي كان عرضهم أفضل أعتقد كان عرضهم أفضل أنا ذاك كان أفضل هذه هي لما غادرت الآن أصبح الحوار مع الأسرة الآن الوضع تغير لا بعدين الأسرة طبعا تخبرها مثلا زوجة لما تقول لها تقول لك أوف يعني الحمد لله أنا من زمن أقول لك يعني لقيت الأمور سهلة لأنه حسب ما فهمت وقريت لك أنك كنت فاقد أسرتك في السنوات هذهك يعني لأن استرجعت أسرتك كما كتبت عايش مع أولادي ما نشوفهمش أربع أيام عايش معهم في نفس الدار ما نشوفهمش يعني نخرج نخليهم نايمين نرجع نخليهم نسيبهم يومين نايمين ففي سن ثلاث سنوات أربع سنوات كيكي الناس ممكن أكتر مني يعني وفاءا وإخلاصا والتزاما وجهدا وهذه ميش مزية في أي واحد لأنه هذا خيار نايمين ولا واحد يلزمني بهذا الأمر نايمين لا تساش فيها فيها إيجابيتها يعني ما لازمش الإنسان يقول يحط روحه في موقع أنا عملت مزية ولا واحد يقدر يعمل مزية في بلده ولا في أهله تقدرش تعمل مزية فيه إماك و بابك صحي البلدك مثل إماك و بابك الأمر يعني أنك تهاجر من الجزائر هي ما كانت فاهمة الكثير من الأشياء ما كانت ما قلنا لهاش كثير من الأشياء ولكن أتصور بأنها فاهمة الكثير من الأشياء كي لدرجة لأن أمك لو تشوفك تعرف ولكنها ما تجرأش أنها تسألك تقولك يا أولي اللي فيها الخير ديره فتدعيلك طبعا اللي فيها الخير ديره وأنا عارب بأنها اقتنعت بضرورة مغادرتي لأنها حست وممكن قالوا لها حست بأنه سهلت لي كثير من الأمور وكأنه حسيت بها روح برك يا أوليدي المهم تروح للمكان أنت فيه مليح ولادك مليح فلما توصل أيضا لدرجة أنه يصيروا أهلك يدفعوك أنك تروح من بلدك عاديما يحس بها غير غير اللي صارت له مثل ما زمان كنا في وقت الإرهاب لما تروح طبطب باش تدخل عن ديمك تقولك يا أوليدي روح ما تجينيش فتقولك ما تجينيش خوفا عليك مش لأنها ما تحبكش أنا كنت تروح للدار نتقول لي روح ما تجيش ما يشكرهاني فيك فبعدين روح يا أوليدي وين كنت تليفون كاي ووصاية الاتصال كاي المهم تكون مرتاح المهم تكون مرتاح فهذا مهم جدا نعم اليوم الأخير عندك شيء تذكرها من اليوم الأخير المغادرة وأنت اللهي ربما تخفف لأنه أنا رحت على مرحلتين ورحت مضيت لعقد ورجعت لا مع العائلة أقصد آه مع العائلة رحت قبل رحت بدون العائلة اشتغلت مدة معينة رحت من دون العائلة لا لا رحت من دون رحت اشتغلت نهائية بطولة أوروبا للأمم في جوان في النمسا وسويسرا وبعدين رجعت إلى الجزائي لمدة عشرين يوم بعدين غادرت في عشرين جويلية عشرين جويلية غادرت كان يوم كئيب جدا غادرت لي وحدي جوني شوية أصدقاء للمطار نعم عافي دك نحسها بالمغادرة تتعني الناس زمان اللي كانوا يهاجروا وإنما كانوا ينشي الظروف يعني خاصة أنني عمري ما كنت ناوي أنني نهاجر لا أحد كان يتصونا كان عندي إحساس كان عندي إحساس بأنني دفعت إلى المصدير ممكن أنك تتصرف تصرف تغادر أو بكلمة حد إراتك يعني حافي تجيك إحساس بالحقرة يعني أنك تحقرت في التلفزيون يجيك إحساس كان يوم كئيب حاولوا الكثير من الأصدقاء أنهم يخفوا علي وحاولت نقنع نفسي بأني سمان الجاية نرجع ولكن كان دايما في ذهني أني نرجع قريبا مش عارف كان عندي هذا الإحساس إلى اليوم حافظ لا بعدين هذا الإحساس بديت راجع مع مر الوقت عمريكا تعملية ميكانيكية في الأيام الأولى كان عندي إحساس بأنني نرجع ويصحوا غلطتهم في أي وقت ما قدر نرجع طبعا لأنه ما غلطش وكانت عندي إشارات وكانت عندي حتى تواصل يعني تواصل مستمر ولكن معها زاد الوقت قدمها زاد الوقت قدمها وارف تعوفت تعودت وتعودت على أجواء مختلفة واكتسبت الكثير من الأشياء مهنية شخصية راجعت نفسي تعلمت نكتب تعلمت نقرأ تعلمت أشياء في الحياة وضع أريح ما كنت نعرفها وضع أريح احترام وتقدير لا يمكن أن تتصور يعني إنسان هو كذلك واش احترمني واخد لي واش حبيت يعني دي واش حبيت فهذاك اليوم طبيعي أنه يكون كئيب حافي الدراجي يضع نفسه في موقع أنه يهاجر بلاده ليس لظروف قاهرة قل محتاج يأكل محتاج يشرب محتاج أنه يعيش عائلته كنت مثل الناس وعرم الناس يعني في الزائر عادي جدا لكن هذاك الإحساس هو اللي يخليك تكون عندك وزيد الأصدقاء والناس الجمهورتائك يقول لك سمحت فينا مش عارفين يقول لك غروا المال كان غرني المال كان غرني في 93 20 سنة من قبل يعني مش في 93 كانت 4000 دولار ولا 5000 دولار 50 ألف دولار تعليم يعني 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 تقصد جاتك عروض قبل طبعا طبعا وال93 و94 يعني مش رفضتها حبا في الوطن ومش عارف الناس اللي يتغنوا به فضتها قناعة أنا عندي أعرفه ما كنتش من الناس اللي ينتقدوا الإعلامي الجزائي اللي هاجروا في ذلك الوقت يعني سواء لا في كتاباتي ولا في كلامي ولا لأنه أولا نعرفهم ونعرف كثير من الناس كيف غادروا الناس غادروا تقريبا على باب الطيارة ورصاص وراءهم يعني في المطار وهو مهددين بالقتل كيف ما يغادرش هذا صحيح كيف ما يغادرش وساعدت ربما ناس ساعدتهم أنهم غادروا كيف نجي ضدهم غدور يعني البعض يهاجمهم ويشك في وطنيتهم يعني هذا الخطاب البائس هذا نسمعه كثيرا يحبوا وطنهم الناس هدوما مثلنا مثل كل واحد نعم وهدو من اللي يزايدوا على حب الوطن هم أكثر الناس يكرهوا الوطن بممارساتهم ما يقولوهاش صحيح ولكن ممارساتهم توحي بأنهم يكرهون هذا الوطن نعم صحيح طبعا كانت المغادرة وبعدين تبدأت تعود كان ظروف صعبة رحت وحدي وبعدين العائلة تقريبا ليلة رمضان جاءوا العائلة مذكر في 30 أوت أنا غادرت 20 جوليا وما جاءوا 30 أوت أولادي صعر يعني مش فاهمين ولا شي 30 أوت في الدوحة 50 درجة تتصور أولادك ينقلون من مكان إلى مكان مش فاهمين علاش وكيفاش وكيركبه في طيارة يعني الولد يحب يركب في طيارة راح سبع ساعات راح يشوف أبوه لكن أنا جميل الآن في عمره عشر سنوات كان في عمره أربع سنوات أنا داك خرجته من الدوحة خرج من المطار أول حاجة يقول لي بابا سخانة غير تغم يعني كنا في الليل وصلوا حداش تعليل حداش تعليل كانت أربعين درجة وليمي دي تي صح فحاجة مثل هذه تبكيك أكتر لما أريدك وكان يعاني من حاجة يلا مناخ جديد ووضع جديد أكيد أنه كان صعب التأقلم ولكن في النهاية تأقلمت حفيظه وأصبح تمارس حياتك بشكل طبيعي من الدوحة وأحيانا تعيش وتكتب وتتلقى معلومات ربما أكثر من يقيمون في أو بعد الحياة كنت نقول لك محمد عندي معلومات أنت ما عندك صحيح 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 لا أريد أن فويت فرصة وجودك معي حفيظ قبل أن أسألك يعني كثير من محطات مرت بك في التليفزيو في مسألك المهني أيضا علاقاتك شكلت شبكة من العلاقات لا يمكن أن ينكرها أحد علاقتك بالفاف علاقتك بالرئيس الاتحادية محمد روراو أيضا بعض الأحداث التي مرت عليك في حصة ملعب العالم أذكر جيدا اليوم الذي قدم فيه ربح ماجر استقالته من التدريب المنتخب ومزق العقد في برنامجك البعض لا ما كحفيظ أنه والله أنت طيحته في البياج يعني كنت تعلم أن الرجل سيقدم على هذا الفعل الانتحاري كنت تعلم أيضا أن الحوار الذي تهم به في مجلة بلجيكية هو حوار مفبرك اعتذرت عنه الجريدة قالت أنه مو موش صحيح صدقني لم أكن أعرف بأن ماجر كان في جيبه العقد ويريد أن يمزقه أنا استضفته كان في حراك في الزائر الوزير يرفض ماجر مدربا ماجر عنده عقد ممضي مع سيومارك الزهر لا يرحمه ويسا عليه طبعا في حراك مثل هذا أنت كمذيع جيب ضيف أكيد وغدوة في اليوم الموالي كان عنده حق الرد سعزيز دلواج ومرة في نشرة ثامنة ماجر استضفت عن المدرب الذي عنده عقد مع رئيس الاتحادية والوزير يرفضه بالنسبة لي أمر غير محقول غير مقبول عنده عقد عنده عقد في سياق الحديث أسئلة وأجوب في نهاية البرنامج أن يفاجأك لم تكن تدب بالله لما أكن أعرف تماما ومن حقه أنه يخبه حتى لو كنت أعرف ذلك ما كانش ممكن أنا أن يتصورها بذلك الشكل على الشاشة يعني نعم كان ممكن يقول لي حفيظة أنا اليوم أنا نحن قطع ذلك فما ممكن يقول هالي ونقوله ادبر رأسك يعني هو كان محذر نفسه كان محذر نفسه ولا بنت اللحظة يعني الله يعلم المهم للعقد كان في جيبه نعم وما اعتقدش بأنه حبيسي لأي أي جهة ولا لأي يعني في دهنه حبيقول بأنه هذا العقد اللي معايا خلاص أنا مستغني عنه نعم أخذت أبعاد أخرى مسؤولية يتحملها المعني في حداته وليس المذيع هاي قضية العقد الذي مزقه ما جرى عمري ما كنت عارف بأنه كان في جيبه العقد عمري ما كنت عارف وفي الاستقالة يعني في المشكلة اللي وقعت مع الجريدة البلجيكية لم تقف معه حبيسي كيف أقف معه الرجل وكيف أقف ضده نحكي لك القصة نعم أنا كنت عوض في المكتب الفيدرالي الاتحادية ربما ناس ينساو أنا كنت عوض في المكتب الفيدرالي الاتحادية لما جينا الاتحادية كان سيرابح ماجر مدرب المنتخب الليزائي نعم كان من أقرب المقربين لي وكنت حلقة الوصل بينه وبين إذا كان نقول كلام مغاير عن هذا ممكن نعم ماجر كنت من أقرب المقربين منه حتى أنه لما كان يغضب منه الحاجة يقول لي شوف صاحبك واش دار نعم كان يقول لي شوف صاحبك واش دار إلى غاية وصلت القضية هذه تعال للحوار مع الجريدة البلجيكية أنا ما كنتش في بلجيكة وما نقدبش عليك نعم قالوا لما قالش الجريدة عمرها ما دار التكذيب أبتعفوا ماجر عمره ما دار التكذيب في الجريدة وكن الجريدة دار التكذيب الجريدة بعتت له رسالة اعتدار تاريخ ما ينزل ماش نسأل نعم الجريدة بعتت رسالة اعتدار لربح ماجر المعنى التي أن الحوار ما مكدوب لا يقولون وإحنا أسفين إذا كان حوار ما أعمل لك كل هذا المشاكل آه يعني والحوار واقع أنا إعلامي ومهني وانتك ذلك وتعرف معناها معنى نقدم لك اعتدار وتعرف معناها ننشر لك تكذيب لأن الاسوار بيرج مهش جريدة مهش أي جريدة إلا ينشر تكذيب يقول فيه بأنه ماجر لم يقل هذا الكلام وإنما الصحفي هو الذي قاله أو استنتجه كان ممكن يقول بأن الصحفي هو الذي استنتجه أنا ما نحن يقول لك قال أو ما قال يعني نقول لك الجريدة لم تن أو ماجر لم ينشر تكذيبا في الجريدة ذاتها نشر تكذيب في جريدة الوطن بعد تكذيب لوكالة الأنباء الجزائرية ولك رئيس الاتحادية يطلب تكذيب في الجريدة في حد ذاتها جريدة نفسها نعم فأنه أنا نكتب في الشروق نقول شيء في الشروق وروح نكذب في قناة وحد أخرى مش معقول مش معقول فالتكذيب لجب يكون في نفس المكان وفي نفس الله صحيح فهذا اللي زاد اللي زاد وحاولت في فترة أيام آخر واحد تواصل معه ماجر قبل ما يدخل لرئيس الاتحادية كان أنا نعم ونذكره إذا كان ينسى قتلوا لا بحق رك بينك وبينه قل له سامحني وقلت وقبيناتكم لموا الموضوع وروح تكمل الآن علاقتك مع ما عنديش علاقة مع عنديش علاقة صداقة صداقة ولا سيئة نعم لن تلقى ونتصافحوا أمام الناس وإذا ما تلقى الوقت يدهمني حافظ أريد أن أستفيد منك أيضا علاقتك برئيس الاتحادية محمد الورو يعني سواء كان هو على رأس الاتحادية أو لم يكن سواء كنت أنت عضوان في الاتحادية أو لم تكن علاقتكما علاقتكما قوية جدا يعني حتى البعض يقول أنه حافظ أحيانا يتدخل حتى في أشياء ربما تهم الاتحادية وتهم المنتخب يعني اليوم لا اليوم لا أنا علاقتي بها عندها أكثر من 20 سنة قبل ما يرجع لشؤون الكرة نعم قبل ما يرجع لشؤون الكرة في سنة 2000 أو 2001 فالعلاقة هي علاقة المودة هي لمودة لكن حتى علاقتك بأخوك لي جابوا همك وبابك وتختلف معها بعض الأحيان صحيح الناس يعتقدوا بأننا لا نختلف نختلف كثيرا كثير من الأشياء ولكن بحكم الصداقة والمودة لا يمكن أن تخرج هذه الاختلافات ماذا تقول لمن ربما أنا البارح معها في الضار في الليل اختلفنا في أشياء ويجو عياله الأولاد يجو معايا مثلا في مواقف يجو معايا بعض يقول حافظ أنه بيناتك بزوز ربما خاطني البزنس خاطني البزنس ما أعتقدش بأنه عنده تجارة أحسب ما عارف والبزنس ما وشعب حتى ولو كان فيه بزنس ما وشعب أنا عمري ما دلت بزنس وما نعرفش ما نعرف لنبيع على ذكر البزنس حافظ ما نعرف لنبيع أو لنشعب أيضا فرصة ليك أن توضح الموضوع أيضا طيل تواجدك خاصة برنامج ملعب العالم وما كان يعني يجلبه من إشهار كان ظاهر للعيان البعض يقول أنه حافظ كون ثروة طروة اللي كونتها أنني لما خرجت في 2008 من التلفزيون الجزائري كان عندي 23 مليون سنتيم في الكونت 22 سنة خدمة خرجت ب23 مليون سنتيم رقيت في حسابي 23 مليون سنتيم هذه الثروة اللي كسبتها الثروة المادية أما الثروة الأخرى المهنية والشخصية والعلاقتية لا تقدر بثمن الثروة اللي كسبتها 23 مليون سنتيم كنت نتقادها 13 مليون في شهر يعني ربما الكثير لن يصدق من حسابات موجودة كنت نتقادها 13 مليون في شهر نتقادها أكثر من حمراوي قال أنه ليس لدي مشكلة أنه حفيظ أجره مرتفع على أجري في ذلك الوقت لا لا هو حمراوي طالب بأجر قالوا منعطيه من المفروض 50 مليون سنتيم أنا كمدير عام دي 12 هو يدي 50 مليون على الإشهار اللي كان يجي لا 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 كان يطالب يقول يتم معها إدارة اسمها إدارة ما كنت تدي نسبة في الإشهار هي من المفروض ندي نسبة في العالم اليوم المديعين يديوا نسبة عندهم نسبة ونقدر حتى لو ما نجيبنا إشهار عندي نسبة ولكن هذه غير مطبقة في القانون غير موجودة في قانون الإشهار سواء في التلفزيون أو في المنظومة اللي موجودة عنا غير موجودة تماما وش من الإشهار سيأخذ من إشهار نعم طيب بقيت بعض الدقائق أنجول سعدان لازم كلمة عن سعدان لأنه هذا الرجل كلما التحديات تحصل يروحوا يجيبوه في الدميل كاتش ناها في الدميل ديس كيف كيف وكلما جاء يعني يحقق الحقيقة مكتسبات ونتائج مليحة ولكن دائما تخرجوه من باب الضيق أقول تخرجوه تخرجوه لأنه تتمت السؤال ستتفهم دائما يقال أنه حفيظ عنده مشكلة مع دراجي شفناها مثلا في كاس فريقيا الأخير في جنوب فريقيا مشادات ربما كلامية كبيرة كنت تدافع عن خيالات المدرب الحالي خليلوزيتش وتقول أنه كل من ينتقده عنده تسفيد حسابات وعنده كذا وعنده كذا وكانت الإشارة مباشرة لسعدان لماذا أحفظ هل لديك مشكلة مع هذا الرجل أم أنه الأمر ميهاني بحت أبدا ميهاني بحت وأمر ما أسأت له لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ولا أسأت لأي واحد من المحللين واللي عندهم رأي ولكن اختلفت معه في تحليل معين واختلفت معه أيضا نقول هلو حتى في لقاءاتنا اختلفت معه أيضا في كيفية تعامله مع الوضع لأنه ما تدساش بأنه هو مدرب سابق مدرب المنتخب المطني أربعة أو خمسة مرات وعنده تاريخه في المنتخب الوطني ودارس الكرة عنده تاريخه في المنتخب الوطني وعنده سلبياته وعنده إيجابياته كما كل واحد كما كل واحد وبالتالي لما كان مدرب المنتخب الوطني في آخر مرة كان يتأثر كثيرا ويشتكي كثيرا مما يقوله المحللون ومما تكتبه الصحافة كانوا طيحين عليها في وقتين ما وكنا ندافع عليها طبعا لأنه كان مدرب وطني ولكن أنه يمارس نفس الأشياء لما يصير خلف الطاولة عمام ودرب فهذا أنا كنت معارض له قلت له أنت رك تمارس أشياء كنت ترفضها ضف إلى ذلك أنه كانت فيه مغلطات حتى في الرأي هو كان عنده رأي وانا كان عندي رأي مختلف في أداء المنتخب في أداء المنتخب أين هو الاختلاف هنا أين هو أنه نكتون ضده أنه يكون رأي مختلف مع رأيه ظاهرة صحية عاجي جدا في بعض الأحيان هو عنده رأي مختلف معي ولكن هو رأيه صح وفي بعض الأحيان رأيه صح وجهة نظر وفي نهاية المطاف مدرب هذا حتى ولو كان أجنبي هو مدرد على منتخب جزائري يكفي فقط أنا لست من هوات من يقارنون بين بين مدير ومدير ووزير ووزير ومدرب ومدرب ولاعب ولاعب لأنه كل واحد وظروفه وكل واحد ومميزاته وخصائصه وقدراته أنا أشهد الكثير من الناس يشاهدون تحبوا نشوفوا من المدربين القلائل في تاريخ الجزائر الذي لم يشتمه الجمهور في المدرجات هل هذا مقياس مقياس مهم جدا مقياس مهم جدا عنده أهميته عنده أخطاءه عنده اختلالاته ولكن كان الكثير من الأشياء الإيجابية التي جاءت مع علي لوزيتش لكن هذا من بين الانتقادات التي توجه لك أيضا أنك تقف إلى جانبه ظالما أو مظلوما لا 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 الرجل ربما تكلم بكثير من الإساءات ربما للجزائر فهمت أنها إساءات للجزائر إساءات للمنتخب الثمانينات لا يحسن تعامل مع الصحافة الجزائرية ويعطي فقط حوارات للصحافة الأجنبية قلت عن أداء المنتخب في جنوب فريقيا حافظ وأنا أذكر الكلمة قلت أنه الفريق مليح ولعبنا كما البرصة ولكن عدنا بنقطة واحدة يعني أشياء استغربها المحبوك لا استغربها هل يقول أرقام موجودة هل منتخب لعبنا مرة منتخب أعمال خبسمية تمرير هذو أرقام مش أنا اللي قلتها ولكن العبرة بالنتائج تعرف جيدا أن العبرة بالنتائج في منافسة ولكن أنا ما نحبش تغلطوا الناس كالكثير من المغالطات نسمع ونقرأ يقول لك مثلا لو يجوا يقارنوا بين سعدان أنا ما نفضلش كل واحد عنده وعنده يجوا يقارنوا يغلطوا الناس شوف المغالطة ويراه يقول لك في 2010 تأهلنا من دور نصف النهائي ومع علي لوزيش خرجنا في الدور الأول دينا نقطة واحدة علي لوزيش لما جال الجزائر منتخب الجزائري ما كانش وصل للنصف النهائي كان مقصى من دورة 2011 وجال المنتخب ما شاركش في 2011 إذا نقارنوا بالأرقام نعم فمن عدم المشاركة إلى تأهل خرجنا في 2011 ما شاركناش في الدورة نعم وفي 2003 شاركنا يعني الدورة السابقة ما تأهلناش علي لوزيش تحقق أفضل أنا لا تأهلنا أنه بدم السفر أهلنا وما يقارنوا ب 2010 أما لا قارنوا ب 2019 دينا كاسفريقيا يرجعوا زيدوا زمان نعم وقولوا بأنه دينا كاسفريقيا كيفاش نقصوا في الدور النصف النهائي صحيح بعدين كل واحد فيه وعليه ولكن ما هوش كل شيء سلبي اليوم في عدالي لوزيش وما هوش كل شيء إيجابي كذلك عنده حويج عجب يعني من غرابة صدقتك بها أيضا أنك كنت سبب في إعادة المياه إلى مجريها بينه بين الحاج روراوة الجميع يعرف درجة التوتر التي كانت بينهما قبل أشهر وقيل أنك كنت وسيطا فأصلحت بينهما لم نتخلش في تفاصيل لم ولن أتردد أبدا سواء كنت في قطر أو في الصين أو في الحراش لن أتردد في أنني نعمل حاجة أنه مقتنع بها ونشوف بأنه فيها الخير الصديقي أو البلدي أو لأي واحد كان يطلب مني هذا الشيء أنا من دون زية إذا كان لازم في اعتقادي بأنه هذا الأمر مصلح ومفيد نعمله ولكن حافظ جاه هو للدوحة يفاوض في إحدى الفرق أبدا وعاتبه رورا وعلا هذه مغالطة أبدا لم يأتي إلى الدوحة جاء مرة جاء يشوف اللعابين من حوالي سنتين ما كان شيء يتفاوض معها أبدا أبدا قدموا له عروض نعم نعم أنا عرفها كان نرافض في ذاك الموقف كان نرافض أنا موجود مع المنتخب وعندي عقتي لغاية جويلية من حقه أقول العروض أنه من حقه يتلقى عروض من حقه يتفاوض كما رئيس الاتحادية من حقه يتفاوض مع مدربين اليوم شو ستعت المنتخب نعم 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 تفاوض يقول له علي لوزيتش للأشرك تفاوض نعم من حقه يتفاوض مع سبين مدرب صحيح وخرجت للصحافة وصرح بها رئيس الاتحادية والآخر أيضا نحقه التفاوض أما أنه يجيني عروض أنا الآن موظفي في بينسبورت ويجيني عروض هل أولام من قبل بينسبورت لا أولام نعم أختم هذه الحلقات حافظ بي ربما عن المونديا المونديا برازيل متفائل حافظ نتائج الخضر إن شاء الله تكون في المستوى أنا مقارنة بالكثير من المتشائمين متفائل لأنه وكي من حقك أنك تكون متفائل ومن حقك أنك تكون متشائم لكن بغض النظر عن رضاك أو قبولك أو صداقتك أو عدوتك مع أين كان أنا متفائل أولا كجزائري متفائل بالنظر لما عندنا من تركيبة متفائل لأننا لم نقع في مجموعة فيها البرازيل وفيها الأرجنتين وفيها إسبانيا وفيها ألمانيا وفيها إيطاليا ومتفائل أيضا لأنه عندنا مجموعة من لعبين من مجموعة من الشبان وكي ما عندهمش الخبرة وما عندهمش تجربة مدرب عارفه وشي يعمل تجربة 2010 ممكن تفيدنا كثيرا متفائل من هذا الجانب وكل بعض يقول ممكن هذا المدرب ما عندهش حوافز يعني الرجل سيغادل المنتخب ومثال يتهمه النتيجة يعني أولا من قال لك سيغادل أعتقد حسين ما أمره ممكن أنه يبقى ممكن أمر لا يحسم الرجلان اتفق على أن يؤجل الموضوع عن أن يؤجل اتخاذ القرار إلا ما يتلحق أنا لا أقول بأنه سيبقى هذا لا يخدم المنتخب حفيد يجب أن تحسم الأمور حتى في العالم المتحضر للأمور هكذا حتى يشتغل بكل طاقة قدرات عارفين عارفين بأنهم سيغادرون بعد المونديال مدرب منتخب هولندا أخلاص في العقد مع مونتسر رونايتد الناس عارفين كيف يخليها في كأس العالم هذا يرزيش لأول مرة يشاكل في المونديال تعتقد تهمه النتيجة تعتقد بأنه حتى في مساري تهمه النتيجة مسبليه بالنسبة إليه بالنسبة لرصيده للسيرة ذاتية تتعوه ما ده بي يفوز بكأس العالم ده بي يفوز بكأس العالم نعم بعدين على هذا المستوى لا أعتقد بأنه بأنه ملاب أبو قرأ رح يغادر المنتخب يخليهم يمركيوا علينا أو كيف يعني لا لا يرمي بكل ثقاله ربما لا 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 أي ثقال الرجل فيه الكثير من الخصائص ومميزات اللي فيه الكثير من الزائريين نعم الرجل يبكي من أجل أنه باشي يربح قولكش من الجزائر لأنه ممكن نبالغه يبكي من أجله باشي يربح سوى مع الجزائر أو مع البوسنة على أنك حفيظ وش قصة المدرب اللي يجي مع الحجرة ورواه يبكي لنا في الدول الصحية يبكي هو كله يبكي يعني يقول صحفة كتبت عليهم مش معقول يعني كتبت علي صحفة يبكي ونك أشياء ربما لا تقال حفيظ شوف أنت إنسان وأنا إنسان هو كذلك إنسان تكتب في أمور مهنية ما يعرفش يخدم يعرف يخدم ما تكلمنيش في أمور الهائلية وتتهمنيش بي هو قال أنا دناولي لعائلتي قال لك تهمت بأنني أنت طولي عرض علي 250 ألف دولار من أجل نعطيهم القائمة 23 لعب أو هكذا تقريبا نعم يقول لك أنا تهمت بأن أخوي ينظم مباريات قال لك ما يعرفش حتى الفريق كم يلعب باللعب سلاقة بالكرة نعم ما يعرفش كم لعب يلعب في المباراة نعم فهذه أشياء تقيس فيك أنا مدرب حسبوني كمدرب قولوا ما يعرفش خير لعابي ما يعرفش يدرب ما يعرفش هذا أمور أما أشياء أخرى وش كون فينا يحب ندخل له في أموره الخاصة ولا هو أحد يحب حفظ أترك لك ربما نسف دقيقة تختم بها هاتين الحلقتين إذا كان هناك رسالة ربما نقول لك بأنه لم تصل إلى الحلقة المفقودة وصعب عليك الحلقة المفقودة ولكن يأتي اليوم وين سنجد هذه الحلقة المفقودة ممكن معاك نجي بعد ما يصدر كتاب لأنه كين أشياء أنت تكتب مذكيراتك حفظ نكتب كين الكثير من الأشياء والكثير من الحقيقة لا تقال كين الكثير من الأشياء لم يحن وقتها وكثير من الأشياء لا تقولها بحكم مسؤوليتك ولا تقولها احتراما لبعض الرجال صحي ولا تقولها احتراما لبعض المؤسسات للظرف أيضا صعب لأنه كين الأمور متشابكة مع بعض رغم ذلك أشكرك حفظ لأنك كنت لديك سعة الصدر لأنك تقبلت كل الأسئلة التي تقرح عنديش فكر في الكرشية بن محمد يعني الحقيقة أشكرك جزيل الشكر تقبلت كل الأسئلة بصدر رحي بعكس الكثير من الضيوف ربما الذين يحرجوهم أن تدخل في تفاصيلهم وأتمنى أن ألتقيك في فرصة أحسن لربما نتكلم في الكثير من أعرف أنه مسارق طويل يحتاج إلى مزيد من الحلقات أشكر مشاهدي الكرام على صبرهم معنا في هاتين الحلقتين أضرب لهم موعدا إن شاء الله في حلقة القادمة مع ضيف آخر لأبحث معه عن الحلقة المفقودة إلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته